قضية هروب ثلاث زوجات مع أطفالهن إلى سوريا تدخل مرحلة لوم السلطات الأمنية بحسب رسالة وجهها آباء الأطفال إلى رئيس اللجة البرلمانية لشؤون الداخلية إذ يقول الآباء إن الشرطة كانت السبب أولا في تطرف شقيقات بتغاضيها غير المسؤول عن الاتصالات بين الأخوات الثلاث وشقيقهن الذي يقاتل في سوريا وتانيا خضوع إحداهن لمراقبة شديدة أرغمتها على ترك البلاد هذه المزاعم نفتها الشرطة وتطرح تساؤلات عند وافع هذه الاتهامات أنا حائرة من رسالة الآباء من الواضح أنهم يحبون أطفالهم ويريدون عودتهم ولكن من المحزن أن ينتهي الأمر إلى أن نلقي اللوم على التطرف لأنه غير صحي أنا في حيرة من أمري وأتساءل عما إذا كان جزء من حملة واسعة لتشويه سمعة الشرطة سفر الشقيقات الثلاث مع أطفالهن إلى سوريا كان بعد آداء العمرة وانقطع الاتصال بالأمهات إلى حين تأكيد إحداهن دخول الأسر إلى سوريا عبر تركيا دون علم أزواجهن وأثار التحاق الأخوات وأطفالهن التسعة بداعش دجة إعلامية كبيرة في الأوساط البريطانية لمعرفة الأسباب في المقابل دعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الجالية المسلمة إلى تكثيف جهودها والعمل مع السلطات الأمنية لمحاربة آفة التطرف وتدفق المتطرفين إلى سوريا خطاب كاميرون ألقي في الخارج وانتقد الجالية المسلمة في بريطانيا وانتقاداته كانت في محلها وأتفهم غضب البعض في طريقة توجيه الخطاب ولكن يجب أن يفهم أنه ليس انتقادا فقط بل دعوة أيضا لفئات المجتمع للإدراك أن عددا من الشباب يفضلون العيش تحت تنظيم داعش عوضا عن بريطانيا ومن المنتظر أن تتخذ اللجة البرلمانية لشؤون الداخلية بعد لقاء الآباء خطوات لمعرفة ما إذا قصرت شرطة مكافحة الإرهاب في طاعاتها مع حالة الأسر والسفر إلى سوريا مصطفى زارو العربية لندن